بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلته وعليه نيب. ده كده شكل السحاب المطاط. هنبدأ كده نلفه. ده كده طريقة شغله. وطبعا لانه طبعا بيمط معانا واحنا شغالين. كده تمام. السحاب المطاط ممكن نعمله على شغل جبس. ممكن نعمله على شغل حوائط. ممكن بقى نعمله على اي شغل عندنا موجود. اللي موجود معانا. موجود دلوقتي حاليا. ده معجون بارز. وموجود في القناة هنسيب في شاشة النهاية. طريقة عمل المعجون البارز اللي موجود حاليا. احنا كنا عملنا على شغل خشابي. فبإذن الله اللي يحب يتابع ويشوف معانا. وهنسيه برضو في شاشة في في الوصف. اسفل الفيديو. ما شاء الله الترخيم زي ما انا شغال كده بالفرشة بالسحاب المطاط. سهل التنفيذ زي ما انا كده شغال. ممكن نعمل بعروق كبيرة عروق صغيرة. بالمناسبة السحاب المطاط. متواجد منه حوالي مسلا خمس الوان. في منه دهبي. في منه موف. في منه لون فوشية. في منه لون اخضر وازرق. اللي موجود معاي دلوقتي حاليا ده ازرق بعد ما هينشف. هيبدأ يبان معانا ازرق وبعض الحاجات كده ايه? ابيض خفيف. ده طبيعة السحاب المطاط اللي موجود معاي. طبعا لما بينشف بيبان اكتر. وهنشوفه في اخر الفيديو. بنبدأ نشتغل به. وطبعا زي ما احنا شايفين ترخيم كده ايه? الحمد لله بمنتهى السهولة زي ما انا شغال. طيب اللي موجود حاليا اللي ظهر في الصورة. ده الفيديو اللي احنا عملنا به المعجون البارز. برضو ايه عشان خاطر لو حضرتك عايز تشوفه. معدل الفرد من حوالي مثلا اتناشر الى خمستاشر متر. يعني الكيلو معاك يعمل مثلا معاك جنب كامل مرتاح. ما بتخففش بالمية نهائي بتشتغل بقى على طول مباشر. وانا سألت كتير قبل كده من اخواننا المتوجدين معنا في القناة السحاب المطاط عندنا اسمه ايه? طيب انا بقول اخوان الحرفيين اللي موجودين معانا في القناة. يالت بس بعد اذنكم تكتبوا كل واحد في بلد ويكتب السحاب المطاط عنده اسمه ايه? وفي نفس الوقت متواجد فين? ويالت كمان لو تكتب سعره يبقى كطر الف خيرك. حتى عشان خاطر اخوانا المتوجدين في كل الدول يعرفوا هو متواجد فين بالزبط. طبعا هو بداية تصنيعه كان هنا في مصر ولكن الحمد لله بدأ يبقى منتشر في الدول العربية. طبعا في التعليقات بشوف ان هو دلوقتي حاليا موجود اه في الاردن وسوريا. وموجود طبعا اه قبل كده في جزائر وفي المغرب. طبعا لو متواجد في اي دولة تانية يالت بس بعد اذنكم نشوفها ايه في التعليقات او ممكن نعمل كمان منشور مسبت لها. بعد كده هنبدأ نعلل عالي بدهبه عشان خاطر يصغر معانا الشغل. بالمناسبة الحائط كمان يعني في اخر الفيديو هيبان اكتر بعد ما ادها بيخلص معانا. العالي ده احنا ممكن نعمله على فكرة بقطعة يعني مش شرط فرشة كمان يعني. زي ما احنا اقولنا ده ممكن تعمل على كرانيش فيها رسومات. ممكن تعمل على حائط كامل. والتعليق اللي انا شغل بيها انا عليت بدهبي ممكن كمان نعلل فضي لو حبيه يعني. ولكن الدهبي هيظهر اكتر. كده الشغل بعد ما بيخلص بيبدأ يبان اكتر ويبدأ يظهر. لو في حاجة مش واضحة نشوفها في التعليقات عشان خاطر نقدر نوضحها اكتر. لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب عشان خاطر يوصل لك كل جديد. ونشوفكم بازن الله في فيديو جديد على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.